وخدوا بالكم يعني هو فكرة ان انت 72 ساعة من تقديم الطلب لانه فيه سفرات كتيرة بتقدم لها تقعد 10-15 يوم على ما ترد عليك هيكون المباراة نتهت فانت المفروض فيه انت بتقعد الافريق برضو اكد على دي اه ان انت تسهل اجراءات الحصول على التأشيرة عشان ضيق الوقت فانت عايز 72 ساعة مش عشان يرد عليك عشان اللي بيقدم التأشيرة يخدها في خلال 72 ساعة وبيقول لك المطلب باسناد ادارة المباراة المشار اليها لطاقم تحكيم من اكفى حكام القارة وقال لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب ادائه من قبل في اي ازبات او احتجاجات في مسابقات الكاف المختلفة دي ازعل من دي دي في احاجة لا قلنا له فلان فلاني ولا قلنا حاجة احنا قلنا كفاءة الحكام وطرعوا انهما مش من مثير المشاكل يعني الوداء الوداء اكتر حد المفروض يكون عارف دي لان الوداء لما تعرض لمشكلة في التحكيم في الفاينال بتاع 2019 مع الترجي المباراة بازت وراحوا للمحكمة الدولية وحصل اللي حصل فان انا اطالب بتحكيم عادل من حكام الكفاء اعتقد ده لصالح الطرفين اللي ما طلبش حكم بعينه ولا استبعت شخص بعينه طلب عناصر الكفاءة المشهود بيها واخيرا المطالبة بضرورة الاستعانة بتقيم تقنيت الفار من اوروبا قسوة بما تم في التصفيات الافريقية المؤهلة الكأس العالم لا سيما ان الفاس لهذه المباراة حيشارك في بطولة العالم للاندية وبرضو ده طلب يعني فير نف هو يقضي الطلب دي بقى ضد مين انا عايز ده لصالح العدالة اللي هي صالح الفريتين اه انت كالتحاد افريقي في تصفيات افريقيا الكاس العالم جبت اطقم حكام للفار من اوروبا ليه ما تجيبش لنهاية دور الابطال يعني مش عايز حد ياخدها ان مسائل مقصود بيها يعني مواجهات بالعكس كنت اتمنى ان يتضامن الجانب المغربي مع الاهل في هذه الطلبات اه لانها هو كان حيطلبها بالضبط كده ويمكن اكتر منها كما احنا متأكدين ان مباراة تمر كما مرت مباراة الرجاء بكل خير ان شاء الله واحنا علاقتنا العميقة مع اخواننا في الشمال المغريبي خاصة في المغرب يعني تؤدي لهذه الطمأنينة باذن الله بشرط ان ما يعبث احد من يعني ابناء ابليس ابناء ابليس اه وعشان ابناء ابليس ده يا جماعة بصوا على السوشيال ميديا هتلاقوا ابناء ابليس ما شاء الله منتشرين في مبلة اتنين يحط كده باج اللوجو يحط شعار الوداد وهو مصري وينزل هجوم على الاهل وبطولات الاهل بيستدرج معه جماهير المغرب والاخوة في المغرب كتير منهم برضو بيبلع هذا الطعم ومش منتبه الى انه ابليس وابنائه اديكوا شايفين بيعيثوا ازاي الاقاع والفتنة وزي ما حصل قبل كده في كل مباراة الاهل يروح يلعب في الجزائر يسبقه ابناء ابليس يروح يلعب في السودان برضو نفس الحكاية يلعب في المغرب نفس الحركات الناس اللي هي فعلا حتى ما فيش ابتكار ابليس مش عايز يتعلم ومش عايز يتطور حتى نفس الحركات مكشوفة قوي لكن بيبقى الامل دايما على انه الاغلبية الفهمة والعقلة وصل الامر وتصطيحه حتى ما فيش خيب في الدم حتى اما اقول لك انا كنت بكسب في رمضان عشان ربنا راضي علي ودلوقتي يعني بخسر او المنافس بيكسب عشان رب يعني انت على اساس ان رب رمضان مش رب شوار يعني حاجة غريبة جدا جدا ازاي الناس مش عايزة تكبر ولا تنضج ولا تكلم الناس بطريقة حتى يعني الناس اللي ما تحفل على بعض في عداتهم الخاصة يقولوا كامل من نوع دا اللي فيه دعابة فيه لكن انت تبقاش راجل مسؤولتك التنوير وانك انت بتؤثر في وجدان ومشاعر قطاع من الجماهير وفي العلاقات المباشرة بين الاندية وبقالك عشرين تلاتين سنة بتلعب نفس الدور يعني حتقابل ربنا ازاي انا مش عارف والله يعني حتقابل ربنا ازاي